يا مساء الخير عليكم جميعا مشاهدين الأعزاء مساء الورد والفل والياسنين وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي جمعة مباركة عليكم جميعا كلنا نشغلنا واسمعنا عن الزوج اللي بعد 11 سنة جواز اكتشف ان امراته كانت بدخونه وان اولاده كمان او بناته مش بناته او مش اولاده للأسف الشديد وبعدا محلل دي ان ايه وطلع في الميديا والسوشيال ميديا يتكلم قد ايه هو حاسس بالصدمة الفضيعة وقهر الرجال حاس ان هو مقهور او مقهور على الخيانة الزوجية اللي حصلت ايا كان بقى الموضوع يعني فيه ناس بتقول ممكن تكون هي مظلومة وفيه ناس بتقول ممكن يكون هو اللي ظالم ايا كان مين الظالم ومين المظلوم انا النهاردة جاي اقول للرجالة تعالوا كده اعودوا قدامي امسك الورق والقلم وهقولك ازاي تعرف الخيانة الزوجية هقولك على بعض الخطوات اللي تعرف بيها ازا كان فيه خيانة زوجية ولا ما فيش عشان لا قدر الله ما يحصلش الموقف ده لاي حد من المشاهدين ان شاء الله اول حاجة الزوجة لو عملت ايه تعرف ان فيه شبهة لخيانة زوجية اول نقطة كثرة الكذب تلاقيها بتجذب على طول طبعا هي بتجذب وما تقدرش تقول الحقيقة لان هي بتخون فعندها اسرار وعندها حاجات بتدريها فبالتالي الزوجة اللي تلاقيها بتجذب كتير تعرف ان فيه حاجة غلط فده تحذير كده او جهاز انذار بيقولك شوف ايه الموضوع تاني حاجة تلاقي دايما اسرارك بتقولها لده ولده 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 وبتقولها في شكل ايه بتشتكي ودايما تشتكي للرجالة بالزيت طب انت تشتكي ليه عشان يجي يتطب عليك الرجل ويقولك يا حرام ده انت مظلومة طب ايه تعال عوضك فلو هي بتفشي اسرارك يبقى فيه انذار لشيء خطر قادم خد بالك طبعا تالت نقطة الاهمال وقلة الاهتمام يعني تهملك زي يعني ولا تهتم باكلك ولا بشربك ولا ببيتها ولا بلبسك ولا 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 لما تلاقي اهمال وقلة اهتمام تعرف ان هي فيه حاجة تانية شغلاها ممكن الشغل داي يكون مش لازم يعني خيانة زوجية بس لازم تكون عارف ان ده جرز انذار بيدل على ان فيه حاجة تانية شغلها عنك قصرة الشروط يعني ايه قصرة الشروط بتلاقيه كده قاعدة بتفكر ومهمومة او بتفكر في حاجة وانت مش عارف ايه هي الحاجة اللي بتفكر فيها دي ممكن تكون بتفكر في الهمومة الزوجية وما الى ذلك ولكن قصرة الشروط ان هي دايما مش معاك يبقى ممكن يكون ده انذار لوجود علاقة في حياة زوجك يعني امراتك ولازم تاخد بالك من نقطة زي دي قصرة الانشغال تلاقيها دايما مشغولة مشغولة عنك مشغولة عنك بحاجات كتير ومهملك تماما هي الزوجة لو بتحب جزها حتى لو مشغولة شوية هتبقى عايزة تحافظ على الرجل ده فاللي هو تنشغل شوية وتحاول تعود شوية ويبقى عندها دايما عقدة الزنب ان هي مش مقدرة او مش عاملة واجبها على اكمل وجه فلما تلاقيها انشغلت كتير عنك تعرف ان في حاجة في حياتها جدت فلازم تاخد بالك وتبدأ تفتش وتبحث وراها اهم سبب واهم حاجة تخليك تبحث ورا زوجتك وتحس ان هي ممكن تكون بتقونك الهروب من العلاقة الحميمة لان طبعا الستة معروفة ان اللي بيمشيها هو قلبها فلو مش بتحب جزها و بتحب راجل تاني طبعا مش هتبقى قادرة ان جزها يلمسها فتلاقيها دايما بتتهرب من العلاقة الحميمة معاك فلازم تاخد بالك من نقطة زي دي نقطة تانية الزوجة لو شايفة انك كلك عيوب وعمالة طلع فيك عيوب ومش شايفة غير عيوبك ودايما تنتقدك قدام اهلك قدام الناس بتنتقدك بتشتكي منك كتير وبتنتقدك ومش شايفة فيك اي حاجة كويسة تعرف ان اللي في عندها بديل هي شايفة الهيرو بتاعها او حد واو فلازم تاخد دي لك ولازم داي يكون جرز انذار لك ان ممكن يكون فيه خيانة زوجية لو شايفها دايما مسكة الموبايل وبتعمل شاتنج مع حد وانت مش عارفه لأ حضرتك اعرف بتعمل شات مع مين ما هو المشكلة ان الخيانة دلوقتي بتبدأ بالموبايل وبتبدأ بالشات وبتبدأ بالمسنجر والواتساب وانت جميلة وانا معجب بيكي وانت ما حصلتيش وانت وانت كلمة في حدوتة في خيانة طب وليه كل ده خليك انت متابع جواء كويس جدا علشان لقدر الله ما يحصلش خيانة وطبعا زي ما قلت لحضراتكم القضية اللي انشغل بيها الميديا والسوشيال ميديا بتاعة الزوج بلاش نذكر اسمه ولكن هذا الزوج عنده تلات اولاده وللأسف الشديد بعد 11 سنة اكتشف انه هم مش ولاده فان شاء الله لو اتبعت هذه الخطوات لن تقع في هذا المأذق مشاهدين الاعزاء هنطلع مع بعض تقرير هنطلع مع بعض فاصل وهنرجع من الفاصل نشوف مع بعض تقرير عن جزارة ومزارع افنزينا ابقوا معنا